بطلة الأولمبي حبيبا الغريبي اللي كانت ضيفة ميسا بديس في برنامج ذيفنا على كيفنا على قناة تونسنا حبيبا حكيت على ظروف الرياضيين في تونس وتحديدا الرياضة الفردية خلينا اسموها أشقلت؟ اليوم لازم الدولة تفرض دي أنا والله بالحق أنا نقول لازم الدولة تطالب رجال أعمالي دوما بيش فما صوم معينة من المدينة إذا ما تمشي للرياضيين الدولة ما حدها ما تتنجمش أنا كنجيل مثلا البرومتور نقول له عندي دو ميدالي أولمبيك علشتو أنا ما نجمش تساهم الرجال أعمال أنا السيسكي لا في ستار قذيب ستار قذيب جاب ثلاثة مستثمرين وقال لهم حبيبا نشري لها أبارت مون عملت ميدالية أولمبية أبارت لبريم من بتاع الدولة راو ما يعمل لها شاي 120 مليون بشي شري لها دار بشي شري لها برتمين بشي شري لها كرهبا لأي أنا راهو رياضي بطل أولمبي يزم هو منين عنده بشي شري مثلا دار نهار اخر تضمنه مستقبله وانتي يلقى نهار اخر ينجم يكون حياته ينجم يعرس ينجم يفهمت دونك الميدالية الأولمبية هي راي الميدالية الأولمبية تنجم يعملها مرة كيف ما ينجم هاي يعملها مرتين كيف ما ينجم ما يعملهاش يعمل الميدالية عالمية شنية هي الميدالية الأولمبية بشي جيب له أنتو معنا هي يربع الدولة تعطيه 220 مليون بين اللجنة الأولمبية وبين الدولة تشري له دار 220 مليون ما تشريش كرهبة تاو هذا كلام حبيبة الغريبي وعملت حتى مقارنة مع الجزائر وقالت أن الدولة غاديكة في الجزائر هدت للأبطال الأولمبيين دار وكرهبة وإذا يلزم يتعمل زادة كيف كيف في تونس فكت بش نعطيه لحبيبة حقها كي قالت ما يشريش كرهبة والعنوان وقف غادي رهي ما قالتش ما تشريش كرهبة 220 مليون قالت بما معناه معناه تعبير مجازي معناه فسرته هذا معناه حابت تبالغ شوية قالت ناسيون تشري كرهبة 220 مليون تشري كرهبة مدخ ما زادة في تونس ولكن حابت تقول تطلع تحبت تشري بها كرهبة تجمشي شريداء وعطات بعض المقارنات نبدأ بيك نقيب اليوم مثلا الرياضيين اللي نشهوا على المستوى العالمي الأولمبي على رأسهم حبيبة الغريبي معناه برشة أبطال الأولمبيين وكنا نحكيوا على أبطال الأولمبي معناه واحد طلع للصمومة بتاع الرياضة وصل للاستاج لخر في الرياضة العالمية معناه شرف تونس في أكبر المحافلة الدولية الرياضية تقولك 220 مليون شوية مش هذي البريمة اللي يستحق اليوم بطال الأولمبي خدم وترينا لسنوات وهز عالم تونس أمام أنظار العالم مليارات تشاهد أكل ميدالية اللي يلبس فيها هو وعالم تونس يرفرف والناشيد وفهم اللي يقول لك خوي هذيك أمكانيات البلاد زادة ما نجموش نعطيه مليار أحنا ولزوز مليارات كما بعض البلدين تعطي وقت اللي بلادنا تعيش في ظروف اقتصادية قاعدين حاولوا نخرجوا منها وين اللي سحيح ناقيب والله رفيق هات الساعة نقولوا اللي رياضات الفردية ماش ميخذ حق وكأنه ولت مع تحكية ماشي في الدم معتا نحبوا رياضات الجماعية وخصتا كورت القدم انتي شوف كيما كورت القدم كيما كورت طايرة حتى تعرف معناه ديما عنا أولويات اللي ولت مجحفة شوية فهمتني رياضات الفردية وأغلبهم جابوها بذرحهم بصراحة فهمتني ناس خدموا وحدهم فيها بس نشجعوهم فهمتني عليش نخلطوا كن لحكاية هذه تولي ماشي فلوس ياكم شديدوا سبعة الاف واحد هازين دي مليار ويني الفلوس معناه هاو ثم فلوس معناه ثم فلوس معناه قالش الجذافي دي البلاد الوحيدة اللي قد ما تسرخ بقي الفلوس موجودة هين الفلوس موجودة اعطيه وما ذو معلاش حبيبة الغريب هي على اكسي لي وكما قلت انتي هزوا رأي تونس معناتها عاليا فوق هامات السحب عليهم ما تعطيه همش معناه فيها بس معناه توافق حبيبة كي تقولك 120 مليون شوي على بطل اولمبي بيشير على الاقل كيوصل ضرابه تونس غادي في العليلي يضمن مستقبله بداره وكاره معناه معناه بورفودير يتوا 120 مليون ودار مجرية وش سقفة رفيق انتي كتحسبها 220 مليون لودي انتي تدفع مليارات وما تعملش البوب اللي يعمل هيلك البطل اولمبي في الاخذة هذيك العالم الكل يتفرج فيك وعالم بلادك معروف والاعباد تقول منين هذيك كيما عملت انت جابر كيما عملت روعة الكل اللي عملوهم معانتها كيما قالت هيا وزيدة ما فيها بيستة كييرقوا حال كيما لوزير تارقذية بيجيب تروازهم دافير خذولها بورتمين انتعاونوا مبعادنا بيش يلقوا حقهم خطر هو يقعد خمسة سنين وهو يحذر ويحذر وحده وفي ظروف خائبة ويزيد نور تونس ميتين وعشين مليون شوية شوية على الاخر همين اللي قالو زياد اللي قالو مرسي بكم فائزة جديدة هيا منعرشنا في رأس الشهر ريديوين كيف يصبو لكم هتقول للي قالو زياد لحظة لحظة خطرين ده هزيت لكيدي بش نحكي على رجال الاعمال واللي هي معنى لزا تلاية اليوم اه كتحط طبع ايتي عاني تزيد مكي معنى يعطيك صحة هزيت حبيدة قالوك انا زياد الفمحة جديدة اللي مهمة برشا بالنسبة لتلاية صحيح انو وقت اللي نبدأ ونحكيه على الحوافز المادية اللي يزم يخذها لتلاية وقت اللي يزمي دايدور لكن فمحة جوخة اللي هي ناقصة وقت اللي هزمي دايدور اللي بيرفرمانس يزيد ويكبرو معنى يزمك وقت توفر له المكانيات بش يزيد يكون بيرفرمانس اكثر وينجح اكثر خطر لتلاية مش يوصل للسومي تعرف وقت اللي وقت اللي يوصل واحد في المستوى العالي لابد انو تزيد تخدم اكثر خطر وقت اللي توصل تولي كونكيرانس تدخل فم برشة نفسية كبيرة برشة هذاك عليش اليوم لتلاية صورتو لابد نعطيوهم الامكانيات الكافية بش الناس تجم تاخو البلاسة اللي تسحق ورغم انو واحد يتفهم زيدا شوية ديما نقولها الكلمة الاكرهات متاع الوزارة ومتاع الدولة متاع سلطة الاشراف اما بالنسبة للرياضي هز العلم الفوق في العاب اولمبية كما قال زياد تفصيلة مهمة جدا نجم تدفع مليارات انتي تسوق لبلادك وكل وما توصلش صورة كما يوصلها بطل اولمبي قدام مليارات تتفرج يعرف ببلادك بالعالم متاعك وين انتي موجود بعض الناس يمكن ما تعرشتون سوين موجودة في قرات اخرى وغيره وقتها لازم باش نكرسوا ثقافة الفوز وثقافة التفوق والتميز لثلاث الياخلت غادي للقمة المكافئة تكون انو على الاقل نضمنولو مستقبلو لانو جيب مرة ميدالية اولمبية مش بسهل بشي عاود يجيب الثانية كلمي دالية اذيك يعلق لتو ملو مستقبل لو تولزيك يقول مستقبل شي يقول تاريخ يقول دا يقول كربة ورسيد بنكي صغيري يخليه يعيش ما نعرش توافق ولا مع الناس اللي تقول لك زيديك امكانيات الدولة اليوم تم ناس محتاجة فما صغيرات ما عندهمش بيسين ويني عوموا فما صغيرات ما عندهمش ويني يكوروا تاريخ ابهى الصور متاحة سواء عندها تتويجها الولمبي ولا حتى مبعد خاطر اليوم حبيبة راهي من الاسماء الدولية اللي يقع اعتمادها من الاتحادات الدولية في رياضة بربي نقر لك كومنتير بش يخذوا بعين الاعتبار صديقنا فهدي يقول لك اللي تحكيوا بي على حبيبة احكيوا بي على عمال النظافة لنظفو لكم في بلادنا وينظفو في البلاد هما اولى ميتين وعشرين مليون ينجموا يجيبوا دار كان انت تحب اقسره كرهبة بمئات الملايين اخدم على روحك يا حبيبة نفهم روجهة النظرة ذي معنا نفهم انه واحد يقول لك ثم اولويات اخرى ميتين وعشرين مليون ممش خايبية فما غيرك طالب زيادة سبعين الف ولا مئة الف عنده عشرة سنين تعال بح بانوطيز صغيرة في التفاهم لكل حادث حديث مختلفين اعتقد لانو نحن معا عمل النظافة ومعا العامل اليومي ومعا زيادة استحقاقه ومعا استحقاقه الانساني ولكن اليوم نحكيه على موضوع اخر ما يقبلش ما يقبلش المقارنة لانو وقته نفقده العامل اليومي حقه ونفقده البطل الولمبي حقه المقارنات لازم تكون متساوية رفيق بش نجمه نمشيه فيه نرجع لك قطلك حبيبا الغريبي راي مارست الدبلوماسية الرياضية في اباس وراء ووقت لي كانت الرياضية متميزة واليوم كيف كيف لان سفير فوق العادة يقع اعتماد درايها ويقع استشارتها وتعلق على كبريات التظاهرات في كبريات التلفازات هذا واحد اثنين وبيع وجالة ولانو مهم جدا وانو نهيو شوف حبيبا الغريبي راي وازنت في الكلام تاحها رفيق ما جيتش قطلك قطلك انا نفهم اكراهات الدولة ارجع اسمع قطلك نفهم انه ميزانية وزارة شهون الشباب والرياضة لازمها تغطي الرياضات الجامعية والرياضات الفردية وقعتاتك حلول اخرى في الاستثمار المحلي الرياضي عبر بوابة الاستشهار الرياضي ما جيتش قطلك اعتيني وفوق من ناس الاخرين كانت متوازنة في الديسكور متاحها خطرها تعرف مارست هذا كبطلة وتمارس اليوم في هذا كمسيرة قطلك نعرف الاكراهات نعرف موازنة وزارة الشباب والرياضة نعرف اللي انا راني نخدم كجندية البلادي لكن انا نحب نمشي في استشهار رياضي وحقهم علينا انه الرياضات الفردية نعطيها حقهم لانهم ابطال فوق العادل بامكانيات بسيطة وفي ديسيبلي معناش تتصور لي نحنا في 2016 ناس البوبكري في الاسكريم جابت ميداي تتصور انه انت ولادة تايكواندو جابوا دي مداي تتصور انه حبيبه وقبلها القمودي وما ادراك جاب دي مداي وسامل يكسر في ديسيبلي مختلفين الحفنوي وبالتالي هذم يستحقوا منا كل عيناية الحقيقة ومن عالش في وصل الكلام فما جملة قالها زياد رفيق عاود اسمع فيها طوما جبنو ايه جمعنا ما سمعت شديك لذا شوز عمنا ما ثبتتش وقلقصك في السماع فنوع من الكلاش من الكلاش محامين هكا الاستفزي هكا ميخلي عليه حتى بروفة اما يستفزي عاود اكي انك تنشط هكا زعمينا منيش محذرها عاود اسمع عاود اسمع مالييرك الزرارك هذي متاع النخبة السمع ذي متاع السمب اه غضوة بمشيرتيا حوبي غضوة بمشيرتيا صندقني في حسن النية بتاعي في بالي بحكي على زيادة قلق حاجة قلق حاجة هكا طبقات يسمنا نقبلو حكي الطبقات فما ناس اجتادت في حياتها معناه من حقوي بيكة وحبيب الغريبي كان جات جنسيتها اخرى مش تنسي مم معناه راهي بدارها بكرهبتها راهي فما يناجون صوراها راهي فما الجنق دولاخ جارة وعندها كونت انستغرام مم بات ناجم مم بات الموتباس راهي فما جستيان باري السوسيتي حاجات اخرى راهي حياتها في رفيها اكثر هي اختارت مش تعيش في بلادها مش تقلت في بلادها ومش تلعب ببعلم بلادها برقم الاغرائيات الكبيرة ممتاحة مش هي بارك راو اكترا فيهم كل الابتال اكلي هربوا ما اللي حكينا عليهم عنا شهرين سمعت بهم اهوكا في انديا معناها ما صارتش دراما ولا راح لهم مرحبا بيك يجا الشيل دي فالور قاعدة تت معناه تتبدل على راسي وعيني عامل النظافة واو يستاهل اكثر من 70нения يستاهل الدوبل شهرين يستاهل دوبل لكن انتي عندك متع الدولة نساهم وفيها نحن كل رجال اعمال وبرب رجال اعمال والله الرياضيين عندهم مشكلة عليش الرجال اعمال ما يساهندوش الرياضة عليش الرجال اعمال ما يسايدوش الثقافة علي رجال الاعمال ما يسايدوش اغذر ميبنيوش المديرز اغذر نحن ميزانيا دولة لامرابع بتتقسم حسب كل واحد يخو حقو. مش مش الراهي العدالة لجوستيس سوسيال. مش العبيد الكل تاخو كيف كيف. كل واحد يخو اللي اجتهد اللي عادة. كل يوم يقوم الخمسة بتاع الصباح يعمل خمسمية كيلومتر. فالجمعة باش هو يقعد انفور. معاك اما زيدا في علاقة برجال الاعمال. اي اما في ها بسرة وكي اليوم رجال اعمال اه ينجموا يعاونوا ابطال اولمبيين على الاقل اللي تكريس ما هي ثقافة. رأي انتي اليوم تخدم ولا تعيش في بلاد تحب الثقافة كيراني في البلاد ذي كغضوة ينتفع منها ولدك. انا كي بطل اولمبي نعاون كرجل اعمال باش نحسن له حياته ونضمن له حياته. نكرس في ثقافة جيل كامل انه البلاد هذي اللي ينجح فيها حياته تتضمن. انجح. انجح في العلم. انجح في الرياضة. انجح في الفن. انكرس. باش نخلي ثقافة مش كان باش نشيخ لتلتة ذاك ونعمل الانور سبوت للوالا في بيبليزيتي للماركة. ديوتي لتلتة جنرال ناسيونال بشويل ديانة رجل العمال يحس انه في البلاد ذيكا في بلادنا في تونس كي تخسر تخلط للتوب لصومب البلاد ذيكا تكافي رجال الاعمال رفهم الشركات وفهم ماركات انا مانيش يسر ديجيتال ندخو نشوف على انستا جرام نرقا دي كمباني عن ديزان انستا جراميوز بين ظفرين معنا يتوقع دبيت انا معا ذيك خدمة والعالم ونفتحه واشهار على انستا جرام وعباد عنده دي فولورز اما انا ما نجام جاسوسي ماركة متاعي العابد يحكي بلك لمزيد مثلا في الانستا جرام. انا ما بين هذا وما بين انا ذاكم الخمسين مليون اللي عملت بيهم ستوريات غادي نمشي نمدهم مع خمسين مليون من غادي مع مئة مليون من غادي هنا وصلنا بلوزو موا المبلغ مخير دونك حتى رجال الاعمال مطالبين. مطالبين انهم يعاونوا قدر الامكان لتكريس ثقافة تنفع الناس الكل في. وهون دولة دولة اغزر دولة دولة راه يزا ما تكون قندرة برجال اعمال والفنانين وكل شكل بايش بالتشريعات اعطيه انتي توف اما هي موجودة. فع المسينا. اما زيد اعطيه نوتر موتيفاسيون. اي. بالذك معنى التشريعي. فاصل فاصل ونرجع لك ناقي براف ماك حتى تسعة نص ما تبعدوش. بعم تعلاشية في ستين دقيقة تعرف الحقيقة. من سبعة لثمانية متعليل. وعلى خاطر الظهر هو ما نورت الدار. كل سبت عنا غونديفو مع ديوان كيدز من الخمسة للستة. وقاية امبيونس دي كالي. دي ملاباس من ثمانية للتسعة متعليل. ابن موزيكا واجد الهيت. من تسعة نص الليل عيش جوال نايت كلوب وانتي في الدار. وكل ويكند خليك برانشي مع ليزاني بونار.